اشتركوا في القناة اكبر عدد من الوحدات الحركية في هذه العضلة طبعا الوحدات الحركية الوحدة الحركية الوحدة بتكون فيها من 5 الى 100 ليفة فبالتالي لما يقول لي اقل عدد اكسم العدد الالياف اللي جايبها لي على اكبر قيمة عشان تديني اقل عدد ولو عاوز اكبر عدد بقسم عدد الالياف المدهاني على اقل قيمة عشان تطلع لي اكبر قيمة فبالتالي هنا أقل عدد من الوحدات الحركية هاجيب عدد الألياف اللي هي 500 على عايز أقل عدد نحن قلنا نكسم على أكبر عدد يبقى على 100 حيساوي 5 وحدات يبقى أقل عدد من الوحدات الحركية في هذه العضلة 5 وحدات حركية طيب عاوز أكبر عدد أجيب عدد الألياف برضو اللي هي 500 على أكبر عدد يبقى أقسم على أقل عدد يبقى على 5 حيساوي طبعا ميت وحدة حركية يبقى لما عوز اقل عدد من الوحدات بقسم على اكبر قيمة بينما اكبر عدد من الوحدات بقسم على اقل قيمة عشان تطلع لي طبعا اكبر قيمة ودي كانت فكرة الحلقة بتاعت اليوم اظن بسيطة جدا مفاش اي مشكلة بس حبيت توضح الفكرة دي كان معاكم الاستاذ احمد مصطفى دعموم اتمنى اكون فتكم في المسائل بتاعت الحركة ارجو دعم القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته